السلام عليكم اسعدكم الله بكل خير مرحبا بكم معي الفيديو جديد اقتراح جديد ان شاء الله بمناسبة ذكرى الموليد النبوي سوف نحضر معكم حلوة الياغورت اللي كتجي رائعة سهلة سريعة مقادير اللي بسيطة بجوش ديال البيضات فقط كنت حصل على لوح الكمية اللي كتيرة حلوة اللي سريعة في تحضير هي شيشة كالدفل يد قبل الفم ان شاء الله تجربوها وتنال اعجاب ديالكم بخليكم معي الاخير باش تعرفوا على المقادير وكذلك باقي مراحل تحضير فرجة ممتعة بالنسبة للمقادير عندي جوج ديال البيضات طبعا البيض حجم كبير كذلك البيض بحرارة المطبخ ثم غادي نضيف جوج كسان من السكر حبيبات طبعا غادي نعبر العلبة ديال الياغورت الزيت وكذلك السكر كما تلاحظوا ضفت جوج ديال الكسان ديال السكر حبيبات كذلك نضيف جوج ديال الكسان ديال زيت المائدة طبعا المقادير مضبوطة بالقرام غادي نخليه منكم في صندوق الوصف كذلك نضيف رشة ديال الملح لتعديل الدوق ونخلط هذه المكونات في الخلط اليدوي كذلك يمكنكم تبدعون في الخلط الكهربائي نحاول انني نخلط جيدا حتى يدبوض كل حبيبات ديال السكر ثم غادي نضيف ياغورت بنكهة الباني حاول كذلك نخلط جيدا حلوة اللي رائعة حلوة اللي عملات جوجة كثيرة في مواقع التواصل ثم غادي نضيف الدقيق طبعا انا الدقيق ضغط ثمانية ديال الكيسان طبعا الكاس اللي عبرت به الدقيق الكاس ديال العنب المعتاد مايو عادي 800 غرام يمكنكم تزيدو او تنقصو كيبقى على حسب نوعية ديال الدقيق وكذلك على حسب الحجم ديال البيض اللي استعملته ثم غادي نضيف جوج اكياس من خميرة الحلويات اللي وزن 8 غرام مجموع 16 غرام ثم غادي نستمر في اضافة الدقيق بالتدريج ثم نحصل على واحد العجينة اللي تكون طبعا على طبع عجينة تكون مكتل تسقط في اليدين وكذلك ما تكونش عجينة اللي قاسحة كما تلاحظه وغادي نجي نكورها على هات الشكل هذا وغادي نضحها في واحد صافحة ديال الفور اللي فرجت لها وارق الزبدة او كذلك الدهنها بالزيت وندي الحجم كما تلاحظو الحجم ديال الحلوة اللي وضعت حجم اللي متوسط لان فيها الخميرة غادي نضع في الحجم ديالها فنصحكم بشدة انكم تجربوا هات الحلوة هذي لانها حلوة اللي رائعة اقتصادية كتخرج واحد الكمية اللي كثيرة كذلك سهلة في التحضير ديالها حلوة ما فيها شي يعني اكترة التعقيدات نحاول ان نبسطها على هات الشكل هذا كون اخذ اي اذات ونحاول ان نوضع فيها تقب على هات الشكل طريقة سهلة طبعا انا خرجت لي جوج ديال الصافيحات كما كتلاحظو ونفرران اني مشغله على 180 درجة غادي نشغل عليها النار طبعا من التحت حتى تلاحظو انها بدأت قد تحمر من الجواني ونحبو بطها لتحنشغل عليها النار من الفوق حتى تاخديها ديال اللون هذا كما كتلاحظو وبالنسبة لتزين غادي نزين هنايا بالكوك وكذلك مربا ديال المشمش السائل خاص بالحلويات بحاول اني ندهنها ندهلها غادي جواني وكذلك يمكنكم انكم تغطسوها في المربا وكذلك تفندوها في الكوك طريقة اللي سهلة وفي الاخر كانت تحصل على واحد الحلوة اللي كتجي رائعة كما كتلاحظو سهلة ما كتاخدش الوقت بزاف وكذلك اقتصادية من المسبة لهنايا غادي نحضر معكم الكاراميل غادي نعمر به ديالك الحفايرات كما كتلاحظو عندي هناك اسمينا السكر وضعته فوق النار طبعا النار تكون متوسطة خلي حتى الدوب دوبدك السكر كما كتلاحظو نحاول اني نحركه بواسطة ملعقة خشبية هاد السوس كراميل كجي رائعة كنسحكم بشدة انكم تجربوها بالنسبة له الحفايرات يمكنكم تعمرهم اي حاجة بالنباج او اللي عندكم او كذلك بالمربع او يعني شكلات غادي نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة نحاول كذلك انني نخلط مزيان طبعا النار تكون يعني مهيلة باش ميتحرقش معانا ذاك الكاراميل ويعطينا المداق ديال المرورية ثم هنا غادي نضيف كأس من الحليب اللي ضفتله ملعقة منه النشا ونخلط طبعا كما كتلاحظوا طال لاحظ ان ذاك خالد ديالي وخاك تلاحظوا ان الخالد او السكر تحجر ولكن معه التحريك ان شاء الله غادي ولي يدوب وغادي في الاخير غادي نضيف سادي القطع من الشوكولات الأبيض نحاول انني نخلط مزيان حتى يدوب الشوكولات كذلك كما تلاحظوا الحلوة نضيف الكاراميل اللي وضعته في العلبة كما تلاحظوا كما تلاحظوا نحاول انني نعمر داك الحفيرات هذا الكاراميل هذا جال مدق دياله رائع كنسحكم انكم تجربوه كذلك كي يجي مع هاد الحلوة كما تلاحظوا الشكل النهائي ديال الحلوة اللي حضرت معاكم فعلا كي يجي شكل لها يعني رائع وكذلك المدق يجي لديد وكي يجي الشيشة كذلك كتخرج واحد الكمية اللي كثيرة كنتمنى هاد الفيديو ان شاء الله يعجبكم كذلك كنتمنى انكم تجربوه هاد الحلوة وكي يجي لعجبكم لفيديو كنتمنى انكم توصلوا لأكبر عدد من اللايكات كذلك البرتاج مع الاهل والأصدقائك تعمل فائدة كنتمنى انكم كما تلاحظوا الشكل النهائي ديالها فعلا كجي رائعة حلوة كما تابعتم اقتصادية بدون زبدة بجوش ديال البيضات فقط حصلنا على واحد الكمية اللي كثيرة وقد نوريكم هنا يا القاوم ديالها فعلا كتجي شيشة كالدفل يد قبل الفم كما تلاحظوا كتجي شيشة بزاف نصحكم بالشدة انكم تجربو هاد الوصفة هادي لانها فعلا كتستحق تجريبه كنتمنى لأول مرة كي شهر القناة اشترك في القناة وكذلك يفعل زر التنبيهات الى اللقاء في الملتقى مع فيديو وصفة جديدة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم